تعد منظمة الأمم المتحدة واحدة من أكبر أشهر المنظمات الدولية والتي تم تأسيسها للحفاظ على السلم والأمن الدوليين وهتأسست الأمم المتحدة على أنقاض الحرب العالمية الثانية لتحل محل عصمة الأمم التي أثبتت فشلها في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين المزيد مع الزميلة رغدا أبو ليلى أهلا بكم منظمة الأمم المتحدة هي منظمة حكومية دولية وواحدة من أكبر وأشهر المنظمات الدولية والتي تم تأسيسها للمحافظة على السلم والأمن الدوليين عن طريق اتخاذ تدابير جماعية فعالة لمنع وإزالة الأخطار التي تهدد السلام وتنمية العلاقات الودية بين الدول على أساس احترام مبدأ المساواة في الحقوق وتقرير المصير للشعوب وتعزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسان تأسست الأمم المتحدة على أنقاض الحرب العالمية الثانية لتحل محل عصبة الأمم التي تأسست قبلها بموجب معاهدة فرساي في العام 1919 وانحلت عام 1946 بعد أن أثبتت فشالها في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين في 25 أبريل عام 1945 تأسست الأمم المتحدة بهدف وضع حد للحروب ونزاعات الدولية وفقا لميثاقها القانونية تلعب المنظمة دورا رئيسيا وهو الحفاظ على السلام العالمي في إطار ميثاق الأمم المتحدة الذي تم اعتماده في 26 من يونيو عام 1945 بينما دخل ميثاق الأمم المتحدة حيز التنفيذ رسميا في 24 من أكتوبر عام 1945 لتضم الأمم المتحدة 193 دولة لعل من أهم أهداف منظمة الأمم المتحدة هو الحفاظ على الأمن والسلام العالمي والأمن بين دول العالم وهو الهدف الرئيسي لتأسيس المنظمة بعد الحرب العالمية الثانية من خلال منع حدوث النزاعات ومساعدة أطراف النزاع على تحقيق السلام كما تهدف المنظمة إلى حماية حقوق الإنسان وذلك عن طريق السقوك القانونية والأنشطة الميدانية كما تقوم بتقديم الإغاثة الإنسانية للمناطق التي تعاني بسبب الكوارث الطبيعية والكوارث الناجمة عن الحروب والنزاعات منذ عام 1945 نمت الأمم المتحدة بشكل مضطرد وهي اليوم تتكون من ستة أجهزة رئيسية تضاف إليها خمس عشرة وكالة متخصصة وعشرات المنظمات ذات الصلاة تحصل الأمم المتحدة على نوعين من مصادر التمويل يتمثل المصدر الأول بالمساهمات الإلزامية والتي يتم تحصيلها من قبل الأعضاء بالمنظمة كشرط للعضوية يختلف المبلغ المالي الذي يجب أن يدفعه كل عضو بناء على إجمالي الدخل القومي والسكان في حين يتمثل المصدر الثاني بالمساهمات الطوعية التي يقدمها الأعضاء كمساعدة منهم للأمم المتحدة تستخدم منظمة الأمم المتحدة ست لغات رسمية وهي الإنجليزية والعربية والصينية والإسبانية والفرنسية والروسية وهذه اللغات تستخدم على وجه الخصوص بالجمعية العامة ومجلس الأمن أخيرا ومنذ تأسيسها برزت دعوات عديدة لإصلاح الأمم المتحدة وتباينت الأراء حول كيفية القيام بذلك إذ يريد البعض أن تلعب الأمم المتحدة دورا أكبر أو أكثر فعالية في الشؤون العالمية بينما يريد آخرون أن يقتصر دورها على العمل الإنساني ترجمة نانسي قنقر